استمر للأهلي في قيادة عملية تمصير الرياضة المصرية تم تمصير اتحاد ألعاب القوة وانتخاب الشريف عباس حليم رئيس لمجلس إدارته وداود راتب رئيس لمنطقة القاهرة ورياد شوئي سكرتير للمنطقة ومواكر رياد الأمين للصندوق وكلهم من النادي الأهلي وتأسس اتحاد لبلياردو وتم فصل لكرة طايرة عن اتحاد كرة السلة اللي كان بيشرت عليها وتعامل اتحاد للكرة طايرة لكن تبقت أهم خطوة تمصير اللجنة الأولمبية المصرية فيه محطة مهمة جدا وكبرى جدا ونقطة تحول كبرى في تاريخ الرياضة المصرية بل في تاريخ الوطنية المصرية وهو ان النادي الأهلي قام بتمصير اللجنة الأولمبية وأسس لجنة الأولمبية المصرية في مقر النادي بالجزيرة يعني عملية تمصير تمت يوم 11 مايو 1934 بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور ممثلين عن الاتحادات الإراضية والجهات المعنية محافظة الإسكندرية ومحافظة القاهرة منذوب عن وزارة الحربية منذوب مثلا عن اتحاد السلاح كان أحمد حسنين باشا اللي أسسوا اللجنة المنبيية المصرية والمصروها كلهم أهلوية فيما عدا واحد هذا الواحد كان محمد حيضر بيء أيامها لم يكن كانت حصل على البشاوية وكان حاضر بصفته ممثل لاتحاد الكورا لكن باقي الحضور كلهم أهلوية فمع إنشاء اللجنة الأولمبية المصرية سنة 34 نقدر كده نقول نقرأ الفتحة أو تقرأ الفتحة على الاتحاد المختلط وأصبحت الرياضة المصرية في قبضة المصريين بارك الله في رجال الأكتش